مساء الخير النهار ده 5 يونيو ضروري لما نفتكر اليوم ده نفتكره في جملة مفيدة كاملة جملة مفيدة كاملة يوم 5 يونيو هو يوم الهزيمة اللي هزمناها وحولناها للصر هي دي الجملة الكاملة اللي لازم نحفرها في ذاكرتنا كويس لانه مصر حولت الهزيمة لطاقة انتصار كبيرة بعد ايام قليلة من اليوم ده يوم 1 يوليو 1967 بدأت حرب الاستنزاف بمعركة تراس العش قوات الصعقة المصرية انتصرت فيها على العدو اللي كان وقتها عايز يحتل بور فؤاد وفشل في احتلالها في نفس الشهر بدأ الطيران المصري طلعاته الهجومية فوق سينة وابتدت المدفعية المصرية تدمر مواقع العدو وتتسبب في خسائر كبيرة في جنوده بعد كام شهر ابطال البحرية المصرية بيقضوا على أسطورة المدمرة إيلات في 21 أكتوبر 1967 توريخ كلها مهمة زوارق البحرية المصرية غرقت المدمرة واتطرت إسرائيل توسط الأمم المتحدة عشان تعرف تشيل جسس جنودها اللي غرقوا قدام شواطئ بورسعيد حرب الاستنزاف استمرت ثلاث سنين من البطولات والتضحيات والانتصارات في الوقت اللي كنا فيه بنبني جشنا من جديد ولا استسلمنا ولا بطلنا حرب بعد يوم خمسة يونيو خمسة يونيو يوم وبعده أيام وبعده سنين لحد لحظة النصر العظيم في ستة أكتوبر 73 فيه خمسة يونيو وفيه ستة أكتوبر وفيه يوم انتصار تاني في خمسة يونيو برضو على فكرة بس سنة 1975 وده اليوم اللي اختاروا الرئيس الراحل أنور استادات عشان مصر كلها تحتفل فيه بإعادة افتتاح قناة السويس بعد الثمان سنين من الإغلاق بالحقيقة صراحة يعني اختيار اليوم ده في المناسبة دي كان اختيار عبقاري لأنه قناة السويس ليها رمزية خاصة جدا في قلوب الشعب المصري كله الشعب اللي حفرها بإيديه الشعب اللي عبرها جيشه من الهزيمة للنصر عشان كده كان يوم 5 يونيو 1975 هو يوم انتصار ويوم فرحة مصرية كبيرة زي ما كان يوم 6 أغسطس 2015 انتصار للإرادة المصرية بفتتاح قناة السويس الجديدة رغم كل التحديات اللي كانت بتواجهنا في الفترة دي 47 سنة فاتت على ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس الذكرى اللي بتفكرنا دايما اننا نقدر نقهر أصعب الظروف ونحقق أهدفنا مهما كانت التحديات وهو ده سر بقاء الدولة المصرية اللي تأسست من آلاف السنين وده سر شعبها اللي لما بيواجه أي تحدي بيعمل المعجزات النهاردة بنفتكر يوم 5 يونيو في صورته الكاملة مش المقصوصة الصورة الكاملة الجملة الكاملة يوم فيه دروس الهزيمة بس فيه برضو قوة الإرادة وعظمة البطولة وروعة النصر والعزيمة الكبيرة والإصرار على تكملة المشوار من جيل لجيل حكايتنا لسا مكملها وصر جديدة أهلا بيكم ترجمة نانسي قنقر